وينضم ولينا من العاصمة واشنطن مراسل الغدى سهيل الشاعر السهيل الموقف الأمريكي من المفاوضات الحالية نعم يبدو أن الولايات المتحدة قد وصلت إلى الحد الأخير الذي من الممكن معه القول أن الولايات المتحدة ترجح الخيار الدبلوماسي فالولايات المتحدة قد أعلنت مساء أمس على لساني مسؤول كبير لم يتم ذكر اسمه أن الولايات المتحدة تدرس خيارات ضربات عسكرية مشتركة مع إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية تضمن عدم حصول إيران على إسلاح نووي جدير بالذكر أن مدير جهاز المسؤول الإسرائيلي موجود في الولايات المتحدة منذ أيام وقد وفر للإدارة الأمريكية صور وملفات تؤكد وجود منشآت نووية سرية أو منشآتين نوويتين سريتين في إيران يتم تخصيب فيهن اليورانيوم بنسبة تزيد على 20% وسيصل اليوم وزير الجيش الإسرائيلي بني جانس لإجراء محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين حول هذا الموضوع وقد أعلنت الولايات المتحدة أن هناك ستكون مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل للتدريب على هذا الأمر وبالتالي هذا يعني أن الولايات المتحدة قد سائمت من الجري وراء التفاوض وهي الآن قد بدأت مرحلة التهديد الجدي بضرب المنشآت النووية في حال لم تقوم إيران بالعودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015 وهذه هي نقطة مهمة جدا قد تغير مسار الأحداث ومن الغالب أن التشدد الأمريكي سيواجهه تشدد إيراني فقد تمر المنطقة في منطقة الخارج العربي بأوقات عصيبة في المرحلة المقبلة نحتاج للانتظار لنرى ما ستفضي إليه هذه الجولة الجديدة من المفاوضات شكرا جزيلا لك سهيل أشار